السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومثل انتوا شايفين قدامكم الفريمات عندكم على يمين تتراوح ما بين الميو والثنين إلى أقل شيء يوصل له سبعين أما الآن الفوتوش اللي شايفينه قدامكم هذا على كرتة شاشة 1080 ومثل ما تشايفينه بداية كانت قوية جداً على التسعين فريم تسع تسعين يوصل حاجة ممتازة يعني ممكن أعلى شيء يوصل لك ميو عشرة وأقل حاجة ممكن يوصل لك يا ثامانين بس ولكن يعتبر ممتاز جداً للتن سيفينتي تي اي لأنه الفرق بينهم عشرة فريمات وشي مرة مبهر بصراحة اللي شايفوه فمع القتال جابنا لكم مقطع بسيط في أساس ان كريد في القتال نشوفهم الفريمات ممتازة وبدلاً اختبرنا كمان الكرتة الشاشة الآن شغال على التن سيفينتي تي اي واختبرناه في المنطقة المفتوحة وعالم مفتوح مع ناس كثيرين ونشوف كيف تفاعل كرت الشاشة وقوة كرت الشاشة يقدر يطلعنا اللعبة بشكل جداً جميل في العالم المفتوح ومثل ما انتو شايفين الفريمات ممتازة ما نزلت على السبعين ومعلقة على التسعة وسبعين يعني ما بين سبعين إلى تسعة وسبعين شي ممتاز يعني ما يبيروح بعيد ولا يبيروح قريب أما الآن الفتش الجاية اللي هو زي ما انتو شايفين الآن على التن ايتي برضو شي ممتاز بيقدم وصل لثمانين بس هنا نزل شوي على سبعة وستين يعني نفس منطقة اختبرناها على كرتين الشاشة نزلها إلى سبعة وستين بس فارق بسيط جداً ما بين الكرتين هنا اللعبة ثانية عندنا باتل جراوند بداية بكرت الشاشة تن سبينتي تي اي ونشوفه المفرامات وصلت إلى مية وعشرين شي ممتاز ورهيب بصراحة يعني أداء الكرت الشاشة ممرة حلو مقارنة بالتن ايتي أما من نفس المقطع جبنا التن ايتي واختبرناه في نفس اللقطة حقالة اللي قبلها في التن سبينتي تي اي ولقين أن الفريمات برضو وصلت إلى مية وخمسة ثانية عقل لها واحد وتسعين شي ممتاز قاعد قاعد بيعطي أداء مرة ممتاز التن ايتي وإذا التن سبينتي يعني يمكن الفرق ما بينهم يمكن عشر فرامات حاجة زي كده بسيطة نتجع مرة ثانية وناخد لنا اللقطة ثانية من اللعبة وإحنا في المنطقة المفتوحة مثل ما انتو شايفين المنطقة المفتوحة بيوصل فريمات حلوة وممتازة ماسك ما بين السبعين إلى التسعين ووصل إلى التسعين هذا أعلى شي يوصل يعني شي ممتاز يعني يعدي لك السبعين ما يروح مرة تحت بس أنه يطيك أداء مثل ما انتو شايفين كويس هنا على التن ايتي لقنا أنه بداية بدأ مع عشان الطلق والشاذية والأحداث اللي سارت ونزل على خمس وستين بعدا هنا ريح الكرت وبيطلع لنا ثمانين وبيطلع لنا تسع ثمانين بس بيعطينا عداء ممتاز على صراحة على على العدادات شكل جدا جميل اللعبة الثاث والأخيرة اللي هي شادو فور مثل ما انتو شايفين هذا كرت الشاشة أو اللي هو التن سبين تي اي وأول ما قدنا القيم وبدأنا مرحلة 140 فرام عطانا بدأنا واصل ماسك على المية وعشرة مية وخمسة ما نزل أقل من مية يعني بصراحة دا فعليا ممتاز مرة مرة رايع على العدادة اللي بنشوفه اللي حين التن ايتي هنا اللي شايفين شوية تفاجأت منه اللي ما عرفت بصراحة بس أنه قاعد يعطينا على ثمانين وستين وسبعين يعني نه لسه قاعد ما بينهم وينو يعني التن سبنتي في هاذ اللعبة يتفوق يتفوق بشكل ملحوظ انه بيعطيك فوق المية بس ولكن التن ايتي هلا شان تحديث نزل للتن ايتي ممك او التن سبنتي تي اي شان ندوب ونازل نزلوا تحديث مع اللعبة حق شادو فور حسن أداو فهذا شي ملحوظ للتن سبنتي تي اي بس ولكن في النهاية بنوصل للنقطة المهمة هل يستاهل لما يجي الواحد الشخص يقول وين حط فلوسي هل يحط فلوسي في التن سبنتي تي اي اما التن ايتي اه ماني عارف طيب التن سبنتي تي اي والتن ايتي الفرق بينهم مبلغ ثلاثمائة او ربعمائة ريال يبعض المتاجر يوصل لي لخمسمائة ريال الفرق بينهم بس اسأل نفسك السؤال هذا هل ادفع ربعمائة ريال او ثلاثمائة ريال زيادة بس لشان فريمات خمسة فريمات او عشرة فريمات زيادة يعني شي راجع لك فهذا كل بالمقطع كان فيه زي ما تقول اختبار بسيط بين الكرتين على ثلاثلعاب ان شاء الله عجبكم المقطع ان شاء الله شفتوا اداء الكرتين وان شاء الله استمتبتوا بالمقطع واستفدتوا منه كان معكم اخوكم راني حازمي يحطيكم الف عافية وتنسونا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة ونشوفكم الف خير ومع السلامة